سيد رائد بالمبارتين التي لعبهما منتخب فرنسا بمجموعة الموت الأولى ضد ألمانيا والثانية ضد المجر الأولى التي فاز فيها بنيران صديقة بأقدام ألمانية والثانية التي تعادل فيها واحد في واحد أمام المجر لم يكن الأداء الفرنسي مقنعا اليوم الكل يسأل هل سيواصل جيديا ديشان نفس التشكيلة أو نفس السياق بالمبارات أمام البرتغال ورونالدو؟ لا أتوقع تغيير في التشكيلة في المبارات السابقة توقعت أن يلتزم بالتشكيلة نفسها غير لاعب واحد هذه المرة أتوقع أن يغير في التشكيلة المطلوب سيطرة في خط الوسط وقوة دفاعية وانتباه كبير جدا لأن رونالدو وجوتا ممكن أن يهدفا في أي لحظة أتوقع شخصيا عودة توليسو كأساسي في هذه المبارات عوضا عن رابيو أو أي لاعب آخر أتوقع كذلك الأمر عودة هرنانديز في الناحية اليسرى لأن ديني لم يقدم العطاء الكبير في مبارات المجر ولا أدري لماذا استبدل هرنانديز لقد لعب مبارات جيدة أمام ألمانيا وممكن أن يلعب كومن دورا مهما جدا إن لم يكن أساسيا ممكن أن يدخل في سياق المبارات لربع ساعة لعشرين دقيقة أو نصف ساعة حتى لكي يضعض الدفاعات البرتغالية خاصة حسب نتيجة المبارات إذا كانت فرنسا متقدمة أو متعادلة لكي يبقي الضغط على الدفاع البرتغالي بهجماته المرتدة السريعة ويضيف بذلك قوة ضاربة على السلاسية ممكن أن يبدل مثلا بنزاما أو أي لاعب لم يؤدي مبارات حسنة وهنا أود أن أشبه وضع بنزاما إلى وضع كين إنها المبارات الثالثة لبنزاما إذا لم يسجل بنزاما سيكون وضعه حريجا بعض الشيء في المنتخب الفرنسي وهناك معضلة هنا هل يخرج بنزاما الذي عاد واستدعاه إلى المنتخب لكي يساعد بتألقه مع ريال مدريد يساعد على فوز المنتخب الفرنسي أو يبقيه على داكة الاحتياط أو يشركه كامل المبارات هذه كمان معضلة نفسية ومعنوية بالنسبة لللاعب وللفريق حتى أنت لم تكن مقتنع بأداء المنتخب الفرنسي مع أنك ألماني ولكن بالمبارات في فرنسا وألمانيا لم تكن مقتنع بأداء فرنسا على أنها بطلة للعالم كنا نتحدث بهذا الموضوع قبل الحلقة صحيح أماني لم تظهر فرنسا بشخصية ولم ترتدي ثوب البطل فازت على ألمانيا جميع من شاهد المبارات الأحصاءات السيطرة كلها كانت لمصلحة ألمانيا التي افتقطت فقط إحراز الأهداف دخلوا مبارات المجر أيضا فرنسا لم تقدم المطلوب منها خرجت بتعادل وكانت أقرب إلى الخسارة المطلوب من المنتخب الفرنسي اليوم أن يظهر الشخصية الحقيقية لحامل لقب كأس العالم اليوم أعتقد أن الدياد الشون عليه أن ينطلق في البطولة ستكون مبارات مفتاحية بالنسبة لمنتخب فرنسا إذا أراد فعلا أن يبقي على حظوظه في التتويج بالبطولة وأن يؤكد أن المنتخب في الفترة الحالية يمتلك جيل مميز وكبير جدا من اللاعبين ومماروحة خيارات واسعة تؤدي به بالنهاية إلى حصد لقب قاري آخر يعني علي طبعا هذه المبارات سيكون سوري أماني عفوا أود أن أقول شيئا عن منتخب فرنسا وعن كل المنتخبات الكبيرة من الخطأ تقليل شأن فرنسا ولا أرد على علي الزميل علي لا أقول بالمجمل من الخطأ تقليل من شأن أي منتخب حبيبي تسلمي أنا عم أقول أي فريق كبير جدا ولدي هذه الترسانة من اللاعبين ممكن يعني بيسموها كليك ممكن أن يصيب في أي مباراة وتنتهي المباراة بثلاثة أهداف أو أربعة أهداف يعني لا نستهين أبدا بهؤلاء النجوم وهناك خزان كبير من التغييرات ذكرت توليسو ذكرت هرنانديز ممكن كوندي أن يلعب على الجهة اليوم نسيت كوندي كوندي الذي ممكن أن يعود بافار الذي لم يبدو بحالته الصحية الجيدة في المباراة الثانية يعني عنده خزان كبير من اللاعبين وممكن في أي لحظة أن يقلب المباراة ليس فقط بهدف بأكثر من هذا صحيح سيد رائد ولكن يعني نحن نتحدث عن ما شاهدنا خلال المباراة الافتتاحية أمام ألمانيا والمباراة الثانية أمام المجر يعني أماني قلنا ودائما نقول أن فرنسا تمتلك تشكيل قادر على التتويش في البطولة يعني على العميين كما يقبل لغة العاملية يمكن أن نتحدث عنها مطولا ولكن للأسف وقتنا يكاد ينتهي في هذه المباراة أيضا سيكون هناك عامل أساسي للضغط على المنتخب الفرنسي وهو كريستيانو رونالدو مع أنه كريستيانو رونالدو لم يكن لكم بالمستوى المطلوب أمام فرنسا